طبعاً زي ما قلت لكم الحقيقة بداية كانت كواسة جداً فترة التوقف خلتنا شوية ايه نقول كان في سنة نكمل بس ما علينا راجل لدي راحة سلبية طبعاً الدوليين مع المنتخب أو مع منتخباتهم لانت عندك علي معلول مع تونس ومش راجع إلا لما تونس تخرج من البطولة يعني لازم أتليست هتلعب ثلاث مطشاط هناك يعني على الأقل يعني لكن في النهاية راجل قالك من بعد بكرة ان شاء الله هنرجع نبتدي من تاني زي ما ابتدينا الموسم على فترتين هيرجع يعمل فترة صباحية وفترة مسائية عشان يحاول يرفع معدلات اللاقة البدنية ويدي يعني أحمال تدريبية تترفع بشكل تدريجي عشان ما تأثرش على اللعيب ده بداية ان شاء الله من يوم الاثنين وبعد كده يبتدي يحضر للفترة اللي بعدها بيفكر في كذا اتجاه نمر واحد مستني أنه يتم الإعلان على جدول وموعيد المباليات الخاصة بكسر ربط لأنه توجهه بشكل أساسي بيرهن فيها على أنها بطولة هيتم تجيز فيها اللعيبة اللي ما شاركتش بشكل أساسي أو ما لعبتش مانشات كتيرة مع النادي الأهلي مع تصعيد بعض الناشئين زي كريمة دبيس زي رجدان زي من الأسماء تانية أعتقد أحمد أشرف هيتم تصعيده رقفة خليل هيتم تصعيده كلهم مع المجموعة اللي ما لعبتش بشكل كبير في الست مطشاط الأولى بتاعة بداية الموسم هيدخلوا في الصورة هاني حسين الشحاية بيرسيتاو علي لطفي مصطفى شوبير كلهم هيخشوا في الصورة فيما يتعلق بالمشاركة في مطشاط بطولة كسر ربط عشان يتم تجهزه في نفس الوقت هو أول ما يرجع على طول بعد ما يخلص أجسه في سويسرا هيرجع يقعد أول حاجة يعملها اجتماعا مع لجنة التخطيط هيتناقش فيها عدد من الملفات وأهمها طبعا تدعيمات الفريق والحاجات أو الأسماء المرشحة في أسماء مرشحة وقريبة جدا من وجهة نظر كولر كلام من وجهة نظر كولر مش من وجهة نظر كولر مش من وجهة نظر في أسماء هو حطت عينه عليها وهي الحقيقة أسماء وعيدة جدا للمراكز اللي بيرغب في تدعيمها في أمريكاته الشتوي أو في موسم انتقالات الشتوية في يناير وبالتالي بيبتدي يتكلم فيها مع لجنة التخطيط من النهاردة